مخصوص ما جاء في أحد المصادر السعودية عن اعتبار أن هناك أربعين شخصية بيعتبرون أنهم أصحاب الفكر الإرهابي ومتهمون بالإرهاب على مستوى العالم الحقيقة لم نكن نتخيل أن يصل الفهم والفكر السعودي إلى الحضيد وإلى هذا المستوى المتدني من فهم دين الله عز وجل حتى أنهم يتهموا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين حاضر فضيلة الشيخ العلامة الشهيد بإذن الله عسن البنة يتهمونه من ضمن هذه الشخصيات الأربعين ونحن نتعجب لأن الشيخ عسن البنة هو الذي تقابل مع مؤسس مملكة العربية السعودية عبد العزيزة السعود وعرض عليه الفكرة ورد عليه عبد العزيزة السعود باعتبار أن المملكة كلها يتصبح شعبة من شعب إخوان المسلمين فهل كان عبد العزيزة السعود متطرفا؟ وهل كان إرهابيا؟ هل كان عميلا؟ هل كان يداهن؟ هل كان ينافق؟ شيخ عبد العزيزة السعود، المؤسس عبد العزيزة السعود قال أو حذر الشيخ حسن البنة أن هناك محاولة لاغتياله أثناء أدائه فضيلة الحج سنة 48 على ما أذكر السنة وهو الذي نبهه لهذه المحاولة الاغتيالة يعني مش عارف أول إيه الحقيقة للسعوديين ولكن أمورهم الحقيقة عجيبة جدا جدا وتذكرهم أغرب من الغرابة عندما يعتبروا أن كل من مارس الإرهاب قد خرج من الإخوان المسلمين ولكن كيف تتهمون الجماعة أنها تمارس العنف؟ أو أن أبنائها يمارسون العنف؟ وهو كل من يمارس العنف يخرج أساسا من جماعة الإخوان المسلمين لأنه لا يجد مكانا فيها هذه الجماعة تلفظ تماما كل من يفكر بهذا الاتجاه العنيف الذي لا نقره ولا يقره دين الله عز وجل وهناك فارق بين استخدام العنف وبين الجهاد في سبيل الله المشروع دينا وشرعا وقانونا للبشر الأجمعين بمعنى عندما جاء الصهينا لاحتلال أرض فلسطين قوامهم الإخوان المسلمون بكل ما قدوا من أمكانيات في هذا التوقيت وهذا جهاد مشروع لا شاء فيها الإطلاق ولا يستطيع أحد أن يقول عنهم أنهم إرهابيون لأنه كان فيه سبع جويش عربية أخرى بتقاتل اليهود في نفس التوقيت صرف النظر عن اللتيجة التي حدثت أيضا عندما أصر الإنجليز على استمرار الاحتلال سبعين سنة في مصر قوامهم الإخوان المسلمون على دفاع القناة وهذا ليس إرهاب هذا جهاد في سبيل الله من أجل تحرير أرض الوطن تماما كما فعلت ديجول في فرنسا عندما قاد الفرنسيين لتحريرها من هتلر كذلك فعلت شيرشل فيت إنجلترا وهكذا نعود فنقول أن اتهام علماء الأمة بالإرهاب هذا أمر خطير جدا 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 أن يصل الأمر باتهام الشيخ سيد قد بأنه هو الأساس الفكري لكل هؤلاء الذين استخداموا العنف هذا قول لا دليل عليه على الإطلاق ولا يؤدي إلا إلى سوء فهم كل ما كتبهه فضيلة الشيخ الراحل سيد قد لماذا؟ لأنه لقنا الأمر كذلك لماذا فقط من تأثر بشئة قد هما 11 واحد المتهمين اللي عملوا أحداث 11 سبتمبر ولماذا لم يتأثر به مئات الألاف الآخرين من الإخوان المسلمين سواء في مصر أو في كل عالم الإسلامي يعني القضية ليست كتابات سيد قد التي نعلمها جيدا ولم تدفعنا إطلاقا في يوم الأيام لا إي استخدام عنف ولا إلى ذلك ولكنه كان ينبه على خطورة مجرد في هذه المجتمعات من تغريب ومحاولة إبعادها عن دين الله وعن الإسلام أيضا تجاههم إلى اتحاد علماء المسلمين الذي يجمع علماء الأمة برضى المسلمين في ربوع الأرض والذي تتم فيه انتخابات حورة نازية جفافة على أوضح ما يكون نتهم الدكتور يسف القرداوي والدكتور ريسوني والدكتور علي القرداوي بأنهم هم أيضا من الإرهابيين والمتأثرين بالأفكار الإرهابية أما عن اتهام قادة الإخوان المسلمين دكتور محمد مرسي، دكتور محمد بديع، دكتور محمود عزت، دكتور محمود حسين، دكتور محمود غزلان، المهندس خارة الشاطر، الدكتور محمد بالتاجي، الدكتور سرعت فاهمي، وغيرهم وغيرهم ممن ذكر في هؤلاء اتهام هؤلاء الشرفاء بالإرهاب أو بالعنف فهذا يعني ضرب من ضروب الخيال رئيس محمد مرسي لم يصل إلى المكان الذي وصل إليها رئيس جمهورية مصر العربية إلا بالانتخاب الحر المباشر من قبل شعب مصر بأكمله فهل كان شعب مصر شعبا متطرفا إرهابيا عندما اختار رئيس محمد مرسي؟ الدكتور محمد البيع وجميع إخوانه لم يصلوا إلى هذه الأماكن التي وصلوا إليها إلا بانتخابات حر نازيها شفافة يشهد لها كل من شارك فيها ولم يعترض عليها أحد لذلك نقول أن محاولة الزج بهذه الأسماء الراقية العالية التي تفهد دين الله عز وجل على أعلى ما جاء به وأرقى ما جاء به واتهمها بالإرهاب أنه هو محض افتراء يعود على أهله وعود على منتهمهم هم في الأصل هم الإرهابيون الذين يحاولون أن يمكنوا للدكتورية والعصابات العسكرية التي تحكم هذه البلاد في الوقت الحالي أنظ إلى سيسي وعصبته إلى بشار وعصبته وما يجري في اليمن وما يجري في ليبيا تعلم لماذا يصنفون هؤلاء القادة أنهم إرهابيون لأنهم يخشوا من انتشار الفكر الإسلامي الصحيح في بلدهم يخشوا على ذلك على مقاعدهم وعلى كرسيهم محاولة أيضا محاولة أيضا انتهام قادة العمل الفلسطيني بأنهم إرهابيين هذا ضرب من دروب الخيال الشيخ حمد يسين والشيخ عبر رضي رانتيسي والأستاذ خالد مشعل والأستاذ اسمعيل هنية هؤلاء إرهابيين إذا كان هؤلاء إرهابيين ماذا فعلتم أنتم أيها السعوديون عملتوا إيه القديم في فلسطين إيه اللي عملتوا لأنكم دايعتوها زيكم زي بقية العرب هؤلاء هم مجاهدون الحقيقيون الذين يقيمون دين الله تحت الحصار وتحت وابل القذف الذي لا ينتهي ولا يتوقف طوال سبعين سنة الذين قتلت منهم الآلاف أو عشرات الآلاف من هذا الشعب في سبيل تحرير هذه الأرض ولا يزالوا مصررين على استمرار حركتهم حتى يتم تحرير كامل هذه الأرض أنتم أيها السعوديون المتطرفون الإرهابيون تريدون أن تقفوا مع الصهينة الذين يمكنوا لكم في الأرض وأنتم بهذه الطريقة تذجون بقادة الفكر الراقي الإسلامي والجهاد الإسلامي الصحيح تذجون بهم في محاولة يائسة إلى براث الإرهاب وهذا محد اختراء لأنه لم يقل أحد على الإطلاق أن من يحاول تحرير أرضه من يحاول تغضر مختصب من يحاول تغضر مستعمر أنه إرهابي هذا لم يقوله إلا أنتم أنتم أيها السعوديون الذين غفلتم عن دين الله عز وجل وأصبحتم تتبعون دين محمد بن سلمان فهناك فارق ضخم بين ما تقولوه وحقيقة الواقع الأمر هؤلاء القادة الفلسطينيين هم الذين يقودون الحركة الآن في سبيل مواجهة الغطرص الصهيونية المتسلطة على عموم الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج رغم كل ما يعانون من كل أنواع المواجهات سواء مع الصهيونة أو مع من حولهم من حكام العرب وديكتاتوري العرب الذين يحكمون شعوبهم بالحديد والنار اعتبار هذه الشخصيات شخصيات إرهابية هو نوع من الغباء الديني والسياسي والفكري والثقافي هذا من كتب هذا لا فهمها له على الإطلاق ولا يعي ما يقول ولا يعرف خطورة حتى ما يقول اتهام بعض الناس بأنهم كانوا في الإخوان وخرجوا واستعملوا العنف معناه أن جماعة الإخوان ليس فيها مكان لأصحاب العنف ليس فيها مكان لمن يفكر في العنف وأي فرض فيها يحاول أو يسعى لاستخدام العنف عليه أن يخرج خارج الجماعة وعلى الفور ودون تردد وهذا هو نهج هذه الجماعة طوال سنوات وليس هذه الأيام لذلك في النهاية نقول أن هذه المحاولة رائسة من بعض قادة الفكر الإصلاحي في المملكة العربية السعودية إنما هي محاولة يعني مضحكة مؤسفة مبكية في نفس الوقت أن ينهار هؤلاء الناس إلى هذا المستوى المملكة التي كانت بها علماء قامات مثل الشيخ عبداليس بن باز وشيخ بن عثمين وشيخ عبدالرزاق عثيفي وغيرهم وغيرهم أنا شخصيا واحد من الناس الذين اتقيت بفضيلة الشيخ عبداليس بن باز رحمه الله وتعالى في العام أجل سمية تسعة وسبعين في الحج وهو الذي قال لنا بملء فيه أن ينتموا إلى جماعة الإخوان المسلمين فهل كان الشيخ عبدالرزاق بن باز في هذا الوقت إرهابيا هل كان مضطرفا هل كان غرفائهم لدين الله عز وجل هل كان عميلا هل كان منافقا ما هذا الذي تقولون أيها سعديون أفيقوا أفيقوا وارجعوا إلى ربكم لعل الله عز وجل أن يتقبل منكم أكتفي بهذا القادر في هذا التسجيل ولكن لو أحتاج الأمر إلى معلومات أخرى جديدة ممكن أن تكتبوا لي أي أسئلة إضافية إن شاء الله